يحرص جهاز المساحة والتسجيل العقاري على تحقيق أعلى معايير الجودة في العمل وتأمين جميع المعلومات العقارية وفق أحدث التجارب والممارسات العالمية بهدف تقديم خدمات ميسرة ومتطورة مبنية على استخدام التكنولوجيا الحديثة الجهاز عمل على تسهيل وتسريع الإنجاز وجد بمستثمرين للقطاع العقاري من خلال التحول الرقمي الذي جاء منسجماً مع الخطة الوطنية للقطاع العقاري وتطوره حلول متطورة ورؤية رقمية تتحقق في جميع قطاعات مملكة البحرين وكبها جهاز المساحة والتسجيل العقاري ليوفر المزيد من الخدمات والمعاملات المسهلة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بهدف تحقيق آل مستويات الجودة والدقة والكفاءة جهاز المساحة والتسجيل العقاري تحول رقمياً في مجمل عمله وكانت بداية التحول في ملف الأرشيف الذي كان قاعدة الانطلاق في تحويل الخرائط التقليدية إلى خرائط ذكية واستحداث أنظمة التسجيل العقاري المتجددة توفيراً للجهد والوقت والاشتذاب المهتمين من خلال تقديم أفضل الخدمات بآليات تنفذ بأعلى المعايير للوصول إلى تحول رقمي شامل تم استحداث نظام الـ ARWS اللي هو عبارة عن نظام التسجيل الإلكتروني واللي يعمل حالياً في إنجاز معاملات التسجيل العقاري من الألف إلى اليار آخر شيء اللي وصلنا له من فترة بسيطة تم إصدار الوثيقة الإلكترونية الجديدة وهي لتفوق بمراحل الوثيقة الغديمة أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا القطاع تبناها جهاز المساحة والتسجيل العقاري ما جعله مركزاً عالمياً مرموقاً لتقييم البنك الدولي وقفز قفزات كبيرة في المجال العقاري على المستويين العربي والعالمي عند شروع المملكة طبعاً في التوجه إلى بيع وتسجيل الطبقات والشغر وجهن تحدي كبير وهو إصدار وثائق في وقتها في حين يتطلب إصدار وثائق تقريباً ثلاثة أضعاف الوثائق السابقة بنفس عدد الموظفين ويمكن أقل كانوا في ذاك الوقت ولكن بوجود النظام الإلكتروني تغلبنا على هذا التحدي طبعاً وصار إصدار الوثيقة بدل ما كان يأخذ أيام صار ممكن العميل ينجز معاملته خلال ثلاثين دقيقة وفي خطته المستمرة للتحديد يتجه الجهاز إلى تبني تقنيات معلوماتية أبرزها لبلوكتشين الذي سيوفر منصة لمركزية تتم المشاركة من خلالها بما تتضمنه من مميزات الأمان والحماية والموثوقية العالية الجهاز يقوم باستحداث تقنية البلوكتشين بالتنسيق مع مكتب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقع لإضافة هذه التقنية الجديدة التي حالياً تستخدم نسبياً بس في التنقلات المالية عساس لما تكون في التسجيل العراري نقل المعلومات ونقل التسجيل العراري من شخص إلى شخص بطريقة آمنة وحديثة فنحن توصلنا الآن إلى طلب طرح مناقصة في مجلس المناقصات لعطاءنا دراسة عن كيفية استحداث هذه التقنية في التسجيل العراري المنظومة الحكومية تتطور بشكل تصاعدي للوصول إلى أنظمة حديثة بهدف تطويع التكنولوجيا لتوفير الحلول الرقمية المتكاملة للمؤسسات الحكومية بما يدعم عاملياتها التطويرية لخدمتها ويسهم في تقديمها للمستفيدين بكل مرونة ويسر تحول رقمي مدروس تميز به جهاز المساحة والتسجيل العقري ما أعطى فرصة للمهتمين لتقديم احتياجاتهم عبر بوابات رقمية ساهمت في اجتدابهم وتسريع عملية الإنتاج لتكون عاملاً مهماً في تطور هذا القطع وتنظيمه بأعلى المعايير شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر